أنا أذكر به أحد يروي لي قصة له يقول فيه مرة من المرات يعني مريت ببعض الظروف و انزنكت ما عندي فلوس فقالت لي زوجتي أن أبغى حليب للولاد و نبغى كذا و نبغى و نبغى طلعت و لاي ما عندي شيء و الدنيا ضايقة يقول و أنا طالع قلت يعني مثل قولت متكلا على الله ان الله يبيسر لي أمر سواء أني أدخل على صاحب الدكان و أخذ منه و يصبر علي أو أي شيء يعني بهالموضوع فيقول قابلت لي واحد أعرفه و كان وضعه سيء و كان يبغى الظاهر يشتري خبز أو يعني شيء بسيط فيقول أنا ضرت و لا معي خمسة خمس ريالات يقول قمت و عطيت إياه عطاها الخمسة عطاها الخمسة الله مستحب يقول هذي آخر ما معي يقول المهم و أنا رايح يقول قبل سبحان الله العظيم أوصل الدكان أخذ أغراض الريال قبل أحصل ألا جوالي رسالة يقول و افتح الرسالة و لا حواله واردة و لا مبلغ يعني تقريبا يتجاوز الثلاث الاف ريال علشان هالخمسة الله هوك سواء علشان هالخمسة أو الله فرج له يقول الثلاث الاف هذه من وين جايه و ناظر و لا موضوع انتداب عمل له و نزل في عزة طائقة بس يقول أني كنت رايح متكل على الله أن الله سوف يفرج لي سبحان الله العظيم فرج له الله عبد فرج له الله شكرا 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 شكرا